أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الروابط التاريخية التي تجمع دول المجلس شكلت عمادا قويا في الكيان الخليجي سانده المصير المشترك وصلات المحبة على المستويين الرسمي والشعبي ليأتي التعاون السياسي والاقتصادي داعما ومقويا لهذه الأعمدة وليزيدها صلابة تعزز البنيان الخليجي وقال سموه إن هذه العوامل التي شكلت النموذج الفريدة للعلاقة الخليجية جعلت منها سدا منيعا أمام الأطماع التي باعت الوهم وزينت الدمار الذي خرب ربيع التنمية الذي كانت تعيشه الكثير من الدول العربية وجعلها وشعوبها يدفعان ثمن ذلك باهضاء هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضيبية سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة عميد السلك الدبلوماسي في المملكة بحضور عدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وخلال اللقاء استعرض سموه مع الحضور لعدد من الموضوعات المتصلة بالتطورات الإقليمية والدولية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بترقية التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التعاون الخليجي الإقليمي والعربي ليقينها بأن المرحلة الحالية تحتاج لكل جهد لمواجهة تبعاتها وتخفيف وطأتها على دول وشعوب المنطقة ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها قادة دول مجلس التعاون في تبني كل ما من شأنه تعزيز أسس التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والخليجي على كافة الصعود السياسية والاقتصادية بما يعود بالخير والنفع على دول وشعوب المنطقة موسيقى 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 موسيقى